يبقى ذكر الله بتقول يا دكتورة ممكن إزاي أقنع زوجي بحاجة عشان هو عصبي ومش بيحب حد يعدل على كلام كل الرجالة كده إلا مرحمة ربي هو بيصلي في البيت مش في الجامعة عايزة أقنعه إزاي يصلي في الجامعة وإزاي يخليه يقرأ قرآن معايا حلوة حتة معايا بصي ويبقى ذكر الله أولا موضوع إن الزوج تقنعي بحاجة اللطف في الكلام وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أحسن قولا إيه أحسن مش حسن أحسن صغل صغل تفضيل ممن دعا إلى الله وعمل صحيح فالفكرة إن أنا إزاي أطلع الحاجة اللي كده أحببه في الأمر إزاي اجي سمعت أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينه إن الصلاة في المسجد تعدل صراط الفز أو الفرد ب27 درجة جميل جدا يعني كأني صليت 27 دهر كأني صليت 27 عصر كأني كان واحد ضيع صلاة جماعة في مسجد تعود بصلاة جماعة 27 مرة ده شيء طيب جدا والإنسان دايما عينه وقلبه وعقله وروحه متعلق بما هو أفيد بما هو أزيد بما هو أكثر فالأكسرية دايما يعني معيار أفضلية فلما أجي أقنع أقنع بحاجة زي كده مرة في مرة طب المسجد طب تعالى طب نروح طب الصحبة إذا رأيتم الرجل يعتدي المسجد فشدوا له بالإيمان حديثة أكتبها بالراحة خالص وبالحسنة الأمر ده مش هيجي كده لازم قلبه هو اللي يحب مروح المسجد رجل قال لك إيه قلبه معلق بالمسجد يعني حاجة كده كده والله يعني أنا أذكر رجل من صلاة حماية يعني حماية كان بيصلي الخمس صلوات كل صلاة في مسجد ولما يبقى الدنيا شتية جدا وما ينفعش ينزلوا في صلاة الفجر يعيطوا يبدل بقى يبكي إيه سيبوني ونقفل بقى عليه هيعيا فعلا أنه كان رجل كبير في السن ويقفلوا عليه ويقول يا عيط سيبوني وقلبه معلق بالمساجد فالأمر ده لازم يكون القلب هو اللي حابب كده بالراحة وبالحسنة يقرأ القرآن معايك يقول له أنا عايزة أعمل معاك طاعة عشان يعني ما كان لله ده ما اتصل وهنا ربنا دايما يبقى معنا وكل زوجة نصحة اسمعوا كلامي النصيحة الجميلة دي حتى المخطوبة أو المكتوب كتاب اعملوا مع زوجك الأمر ده اعملوا طاعة مشترقة انتي وهو ليه ما كان لله دامة واتصل الأمر اللي بيبقى دايما بنقول ذكر مع بعض بنحفظ صورة مع بعض بنقرأ صفحة من القرآن من الورد صفحة واحدة بس مشتغلت خناس ده والله صفحة واحدة مع بعض نقرأها أنا هو بتبقى بنية اجتمع عليه وتفرق عليه اجتمعنا على طاعة الله وعلى كتابه وعلى قرآنه فالله سبحانه وتعالى يشيل بقى كل المشاكل احنا سمقارين قرآن يعني اصهر القرآن لازم يباين نفعش صوتك يعني